السلام عليكم كل سلام طيبين انا دكتور عسام جودة استاذ الامراض الصدرية والحساسية جامعة اسكندرية. النهاردة هنتكلم عن ملف الحساسية ومسبباتها. يعني احنا عاملين حدة كده حلقات والنهاردة هنتكلم عن الحتة بتاعة مسببات الحساسية او الحاجات اللي بتزود الحساسية. وبرضو مش هنتكلم كلام علمي شديد هنتكلم كلام عادي والاسئلة اللي انتو بتسألوها وما يهمكم وما يهم الام على اطفالها وما يهم مريض الحسية اللي هو حتى الاسئلة ده متتسأل في العيادات والكلام ده. طيب الحسية ده مرض خفيف جميل يسببه ايه? يسببه ايه اول حاجة يسببه الروائح النفاذ. انا شم ريحة صدري يقزم شعبا لو هي تقفل حس بالتزيئة وحس بالسفارة وحس بالكحة وحس بالبالغم ويديق النفس بتاعه. اي ريحة بقى? وكده بنقول للناس هخلي بالكم. الريح بخور سجاية بيروسول فينيك كولور ديتول كل حاجة نخلي بالنا من كل روايح النفاذة. ده يعني او جوه البيت. بره نخلي بالنا من التراب. نخلي بالنا من البخور. نخلي بالنا من العفرة. ايام بيبقى فيه خمسين ناس بتاعت الحسية بتتعب. احنا ما نتعبش لكن انا لو انا عندي حسية هتعب. آآ عوادم السيارات كل الحاجات ده هي. طيب. في حاجات بقى جميلة زي البولن زي بتاعة الاشجار اللي هي حبوب اللقاح في الربيع بقى حبوب اللقاح وبتاع. لا حبوب اللقاح تيجي للمريض الحسية تتعبه وتعمله هاي فيفر وتعمله عطس وتعمله كحة. وكتير كده بيعانوا منها في الخارج لان عندهم الاشجار كثيرة جدا. يمشوا يعيني يشموا الهوى. محمل بحبوب اللقاح يعتصوا بقى ويكحوا وبتاع وحاجات زي كده. احنا حكومتنا الرشيدة تنبهت الى هذا القطر الدايم على الشعب المصري. واحد مقطع الاشجار كلها. عشان محدش ايه يشموا حبوب اللقاح ويجي له. الحسسية. لكن فضل لنا التراب والخمسين اللي احنا ايه بنشوفه. طيب. في حاجات تانية غير رواح نفزة. اه في حاجات تانية. طب الاكل. بص. احنا دايما ييجي. الام تقول انا ابني عنده حسسية. انا بطلت بقى تدي له بيد وسمك ولبن وموز وبتاع. قال لأ مال حتاكليه ايه. انت منعيش حاجة عن ابنك. الا اذا كان لم اكلها حس بان هو جاله حسية. لكن غير كده لأ. احنا بنمنع الحاجات المحفوظة. اللي حاليا فيها سترات وبنزوات. زي بقى الشيبسي والبوز والكاراتي. كله 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 من جور ذكر الاسماء يعني التجاري. الحاجة التانية. ان احنا دايما بننصح بايه. ابعد عن الشطة والفلفل ومخللات. ابعد عن الحاجات المقلية بالزيت. هو الحاجات دي بتعمل حسية? لا. الحاجات دي ما بتعملش حسية. ولكنها هتعمل حاجة اسمها جيرد. الجيرد ده اللي هو ايه ارتجاع المريء. واحنا كلنا الشعب المصري بتاعنا بيأكل اكلات ايه? جامدة في البيت. نروح بقى ونأكل بقى الفلفل المقلية بقى المحشية ديت والفول بالزيت الحر والحاجات اللي بيقولوها اه عمر اديب وبتاعك في الحلقات بتاعته. احبوا هم الاكل والكلام ده. كلنا بنحب الاكل. نروح ناكل بقى اكلة ده جامدة كده. ونخش ان نلاقي بقى فيه احنا نايمين بالليه بقى. اه 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 دي اللي بتطلع تخنق هنا دي. هي دي اللي اسمها الجيرد او اسمها ارتجاع المريء. ارتجاع المريء ده بيسبب. حساسية. وبيسبب كحة. من ايه اه اه كنز متعددة مش هناخد ايه فيها. داي. خلصنا الاكل الرياضة. انا ابني عنده حسية خلاص هم نعمل رياضة. بتلعبش رياضة بقى عشي مجابش حسية. ليه يا حبيبي. اصل هو لما بيجري بيتعب. هو بيجري بيتعب ساعة لما بيبقى عنده القتاك بس الحسية. انا لما بيبقى عندي حرارة. حنزل روح شغلي. مش حنزل روح شغلي. حرتاح في البيت. راحت الحرارة حنزل شغلي. هو برضو لما سدره بيقزم. حيفتاح في البيت. اه راحل الازمة خلاص. يلحب الرياضة ويعمل كل حاجة. معادة حاجة اسمها ازمة ودي نوع مقنوع الحسية اللي بتزيد بالمجهود ولها توصيف خاص ولها اه انتريوكوتراينز ولها علاج خاص. غير كده الحسية الرياضة بتساعد على تفتيح الشعب الهوائية وتقوية السعر الهوائية وتقوية العضلات وتحسن اه اه مقاومة بتاعت الانسان اه للحسية. طيب. حيوانات المنزلية. احنا برا يحبوا او الكلاب والقطة ويفضلوا معاهم وابتاق الناس الكبار في السن يعني الكلب والقطة ده اهم حاجة في حياته ان اولادهم خلال كبروا ومشوا. ما حدش بيقعد مع اسرته زينا. بالكتير كده يجي ساعة كريسمس. هايمة هاواريو? اوكي اي هاتو جو. يروح قافل. زيك يا ماما عاملة ايه دي ايه او نص. انا لازم اجري عندي شغل. هو عمل اللي عليه كده مرة في السنة. احنا هنا كلنا قاعدين مع ابهاتنا اه ربنا يخليها لكم ويخليهم ليكم. اه فالحيوانات والقطة والكلاب والحاجات دي اي بي سي ممنوع في الحسية. طب ممكن قطة لا. طب باتي متعلقة بيها؟ لا. طب ده أنا بتنام في حضني؟ لا. عندي الحسية ممنوع قطة ممنوع كلبي ممنوع هامسترينج ممنوع حتى فارض. في ناس تحب تربي فكل الكلام ده ايه؟ اه 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 عالف به ممنوع في الحساسية. لو اتكلمنا عن التدخين. تقول لك عن عندي حسية وبدخن. ده ده اسموه كلام. انا بقول لك اي ريحة اي تراب اي بتاع. يا بتجيب حسية. يبقى التدخين انت بتدخل الدخان عندك جوه ما ينفعش يا جماعة ده بيقلل عمل الاهداب والسجادة من الاهداب اللي بتطرد الشوائب لبرة والميكروبات لبرة بيضعفها ويضعف الماكروفاجز اللي هي بتهاجم الميكروبات بيعمل حاجات كتير جدا ده الحسية بس ده غير السد الرئوية وغير الكنسر طبعا علاقة طردية بين الكنسر بتاع الرئة والكنسر والتدخين فالتدخين ده يعني ما ينفعش مع الحسية حتى اذا انت ما عندكش حسية ولادك عندهم حسية هتدخن وهم موجودين بيخليهم يشموا السجاير في بيئة مقفولة عشان يشموها مرة واتنين وتلاتة التدخين السلبي بتتو عارفين ما ينفعش طب في واحد يقول لك لا انا هدخن بقى شيشة مش بطلت سجاير هدخن شيشة طب ويه الفرق؟ لا الشيشة بتعدي على المياه بتغسل كل لحاجة سابني بقى عشب الشيشة بتاعتي شيشة معسل شيشة بقى تفاحة البنات بقى ايه شيشة آآ علكة ها الحاجات الجميلة الخفيفة دي ما هو ورضو الشيشة لها اضرار اولا فيها آآ مواد ضرر زيها زي التدخين انت عارفين السجارة الوحدة فيها تلات تلاف وربعمائة عنشر منها ما هو سرطاني خمسين مادة سرطانية ها والحاجة التانية ان الحجر اللي بيتحط ده بيبقى فيه شوائب بتخلي درجة الاحتراق غير كاملة ده هيت بتخلي آآ اول اوبسيد الكربونيا مبعف ويجري على كورة ده من الحمرة يتحد معها ويروح لاجزاء الكسم ويحرم الجسم من الاوبسوجين اللي هو آآ آآ عايزه غير بقى الكروس انفكشن وان واحد يقعد واحد حتى لو اللاية الطبي ده اللي بيستعملوه لكن برضو بيبقى غير كافي لمنع الفيروسات والميكروبات من الانتشار الحاجة الاخيرة اللي هو الفيروسات لو واحد جالوا فيروس الفيروانزة العادية والـ H2N5 والـ H1N5 والحاجات دي كلها آآ غير الكورونا والـ COVID-19 بيأثر على الخلايا بتاعت الشعب الهوائية وبيأثر على الخلايا بتاعت الغشاء المخاطي آآ بتاع الشعب الهوائية وبيعمل ايه بيعمل آآ زي حسية مؤقتة فالناس دي بتزيق وبتقح وبيبقى فعلا عاملة زي الحسية المؤقتة وبعد كده يروح للدكتور ويديله العلاج ويديله حاجات الحسية ويخيف يقول لك انا عندي حسية وخفت لأ انت كان عندك نزلة شعبية وخفت يعني اعتقد دي اغلب الاسئلة اللي انتو بتسألوها آآ وكده يبقى احنا كملنا موضوع الحساسية وآآ نشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا